بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم المادة الخاصة بأسول التنظيم والإدارة في إدارة الأزمات فرقة الأولى هنكمل الشرح بتاعها من خلال الباور بوينت بالسوط وهنختصر المادة عشان الظروف اللي احنا فيها والمادة هتبقى عبارة عن ثلاث موضوعات أساسية حضرتكم خدتوا موضوعين اللي هما المفاهيم الأساسية مفهوم الإدارة وأنمطها ووزائفها والفرق ما بين كفاءة الإدارة وفعالية الإدارة والعناصر المؤثرة في أداء العنصر البشري والعلاقة ما بين المهارات الإدارية والمستويات الإدارية وكان الموضوع الثاني اللي هو أسس الإدارة المتميزة الموضوع الثالث هيبقى متعلق بإدارة المعركة وده اللي هيبقى الجزء الخاص مشروح بالصوت لحضراتكم عشان ما قادرناش ان احنا نتقابل مع حضراتكم يبقى ده اللي هو الجزء المكمل لي المنهج واللي هيجي في الامتحان هو عبارة عن امتحان من الثلاث موضوعات اللي قلتها لحضراتكم أول حاجة عندنا ما هي إدارة المعرفة يعني ايه إدارة المعرفة يعني ايه إدارة المعرفة عندما توجد الأول نشوف يعني ايه معرفة سأقول لكم على حاجة عندنا ثلاث مصطلحات علم معرفة معلومات هل الثلاثة دول حاجة واحدة يعني نقدر نقول كده العلم هو المعرفة هو المعلومات اللي بنحصل عليها طب تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا لا علم يعني علم يعني نظريات علم يعني قواعد علم يعني أسس علم يعني قوانين علم يعني أطر اللي بنصل إليها من خلال البحث والدراسة طب احنا بنعمل شوية بحث ودراسة وتجارب بنصل إلى نظرية بنصل إلى قاعدة بنصل إلى قانون إلى آخر فمحصلة البحث والدراسة يتولد العلم المعرفة عبارة عن محصلة معرفة الشخص طبعا وبالتالي معرفة المنظمة بعد كده معرفة الشخص عبارة عن ايه محصلة لمجموعة من البيانات والمعلومات والأراء والأفكار اللي بتؤدي في النهاية إلى تحسين القدرة فإذا كانت معرفة فردية يبقى قدرة ذاتية إذا كانت معرفة للمنظمة يبقى قدرة للمنظمة أما مصطلح المعلومات فمعنى ايه؟ معنى معالجة البيانات للحصول على معلومات تفيد في عملية اتخاذ القرار يبقى لو جينا للحقيقة إيه العلاقة بين الثلاث مصطلحات دول هنلاقي ان العلم ما تخلي المعرفة يبقى لا معرفة بدون علم وأيضا المعلومات عنصر من عناصر المعرفة بس في فرق لما أقول ايه؟ علمت كذا وعرفت كذا علمت كذا يبقى في معلومة طب المعلومة دي فهمت منها ايه؟ يبقى ما تفهمه من المعلومة هو المعرفة يعني مثلا نقول القرى الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس دي معلومة بس لما نيجي نحقق في المعلومة دي وانفصصها طبقا لخبراتنا نقول الله ما الدوران ده هو اللي بيؤدي الى الليل والنهار ما الدوران ده هو اللي بيؤدي الى فصول السنة يبقى تحولت المعلومة المجردة الى معرفة فهمنا من ان الأرض بالدور سيحصل اللي احنا قلناه ده هو ده الفرق ما بين المعلومة والمعرفة معلومة مجردة أما المعرفة ما نفهمه من تلك المعرفة المعرفة يبقى إدارة المعرفة تعالوا تحول الى المنظمة داخل المنظمة هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة إدارة المعرفة عبارة عن مجموعة من الأنشطة بس كل هذه الأنشطة منصبة على المعرفة فلو في نشاط لتحصيل المعرفة أو نشاط لتخزين هذه المعرفة أو نشاط لنقل هذه المعرفة أو نشاط لتفسير هذه المعرفة أو نشاط لتفسير هذه المعرفة أو نشاط لتطبيق المعرفة كل ده بيخش تحت باند إدارة المعرفة بشعر احنا بندير ليه؟ عشان نحقق نتائج معينة يبقى احنا بندير المعرفة عشان نحقق بها نتائج النتائج اللي احنا عايزين نوصل لها زيادة قدرة المنظم يبقى ادارة المعرفة كمصطلح عبارة عن كل نشاط او عملية او ممارسة من شأنها خلق او اكتساب او تحصيل او تصنيب او تنظيم او تخزيل او تبادل او تطبيق كافة انواع المعرفة اينما كانت من اجل ايه دعم الاداء والتعلم داخل المنظمة ونخلي بالنا ان ادارة المعرفة دائما تتعامل مع البشر وبتهتم بالتفكير النقدي والابداع والابتكار والمهرات والمشاركة وبالتالي هي بتدعم عملية التعلم الفردي والجماعي اللي بينصر ونصب بعد كده على المنظمة يبقى من المفهوم ده او التعريف ده بيوضح لنا العلاقة المتكاملة او المتربطة ما بين ادارة المعرفة وتعلم المنظمة نقطة اللي بعد كده انواع المعرفة في معرفة صريحة وفي معرفة ضمنية معرفة صريحة يعني معرفة واضحة متاحة يقدر يطلع عليها معظم الناس او اللي عايز يطلع عليها متاح ان هو يطلع عليها فالمعرفة الصريحة عبارة عن ايه عبارة عن المعرفة الرسمية المتمثلة في السجلات والمستندات والقواعد والبيانات وبنك المعلومات والقطب والوسائق وكل ما هو موجود داخل المنظمة وبتستفيد منه في اتخاذ قرار او في انجاز عمل معين هي دي المقصود بيها المعرفة الصريحة ما تمتلك المنظمة من معارف موجودة في وسائط معينة زي السجلات او طواعد البيانات او الكتب او الوسائق الى اخره كل هذه الادوات اللي بتتيح هذه المعارف لكل من يريد استخدامها اما المعرفة الضمنية هي المعرفة اللي بيختزنها اصحابها في عقلهم لو بنسميه رأس المال البشري ولم يعبروا عنها باي صيغة من الصيغ وهي تتعلق بمهرتهم وافكرهم وتصوراتهم وقدراتهم الفكرية وابدحهم الى اخره فالمعرفة اللي موجودة في عقول البشر ملكهم يبقى المعرفة الضمنية لا تمتلكها المنظمة المعرفة الضمنية بيمتلكها الفرد ولكن المنظمة بتستفيد من هذه المعرفة عن طريق تشغيل هذه العقود يبقى في ادارتنا للمعرفة ازاي نحسن ادارة هذه المعارفة الضمنية ونقدر نستفيد باكبر استفادة ممكنة من هذه المعارف الضمنية اللي موجودة في عقول العنصر البشر مراحل ادارة المعرفة ببساطة شديدة وبالعمية عايزين نجيب المعرفة وبعدين نخزنها عندنا عشان لما نحتاج ننقلها ننقلها ولما نحتاج نطبقها نطبقها يبقى كأن المعارف دي هي اربع مراحل بالظهر اكتساب المعرفة يبقى لازم يكون عارفين مصادر معينة نقدر نكتسب منها هذه المعارف ثم نخزن هذه المعرفة لدينا عشان نقدر نستفيد منها ونستخدمها وقت ما احنا عايزين يبقى لازم فيه اوعية للتخزين حاجات نخزن فيها يعني هذه المعرفة زي الوصائق والقرائط ونشوف بعد كده ثم هنبقى محتاجين ننقل هذه المعرفة من الى من طرف الى طرف اخر يبقى احنا محتاجين ادوات نستخدمها لنقل هذه المعارف ثم هيجي وقت نطبق هذه المعارف عشان نستفيد ونستخرج نتائج معينة نحصل عليها من تطبيق هذه المعارف تعالوا نشوف الاربع مراحل بتوع ادارة المعرفة تفصليا شوية اول مرحلة اكتساب المعرفة وبيقصد باكتسابها يعني الحصول عليها من مصادرها المختلفة المصادر دي كانت تكون مجموعة خبراء متخصصين في اشياء معينة منافسين عملاء قواعد بيانات بنك معلومات ارشيف المنظمة سجلتها وسائقها خرائتها ايا كان وكل منظمة هتقدر تستخدم الطرق اللي تتناسب مع طبيعتها وطبيعة العمل بتاعها وايضا تقدر انها تستفيد من المصدر الاساسي للمعرفة الدمنية وهما الافراد البشر تمام وكمان بنقول ان الطرق اللي هتستخدمها المنظمة دي هتبقى متوافقة مع ثقافتها يعني نقدر نقول كده في منظمة تقدر تسرق المعارف والله على حسب القيام بتاعتها وثقافتها لو هي قيامها تسمح بدا فممكن تحصل على المعارف بطرق غير مشروع لكن احنا ما بنتكلمش في هذه الطرق المرحلة التانية تخزين هذه المعارف وقلنا التخزين محتاج اوعية معينة من هنا بتيجي دور تكنولوجيا المعلومات اللي احنا بنقدر من خلالها دلوقتي نقدر نخزن هذه المعارف تخزين تخزين داخل الحاسبات الالية في ملفات تمام معينة بتسهل علينا حفظ كم كبير من المعارف في وصائد صغيرة غير المستندات والملفات الورقية اللي كانت بتبقى كثير جدا فتقلص او تقليص العمل الورقي مهم جدا في ادارة المعرفة كبه تخزين المعرفة بيتم من خلال طرق اهمها ان كل فرد داخل المنظمة بيسجل كل ما يحدث واي معلومة جديدة بيحصل عليها بيخزنها في مكان معين معروف ملف فايل معين بيخزن على الحاسب بتاعه هذه المعلومات او على سجهات او على فلاشات ايا كان الوسيط اللي بي يستخدم قيام شخص متخصص بجمع هذه المعلومات وتخزينها بضكة بعد تصنفها وتوزيحها على فئات معينة او عناصر او موضوعات معينة قيام كل فرد من افراد المنظمة بتخديم المعرفة الموجودة عنده المعرفة الضمنية الى من بنجمع المعلومات بطريقة منظمة وايجابية وبنحللها وبننصيها وبنعالجها وبعدين بنخزينها في صورة تسمح بافضل اتخدام لهذه المعلومات وهذه المعرفة مرحلة الثالثة عملية نقل المعرفة وقلنا النقل محتاج الى ادوات وقليات معينة نقدر من خلالها نلقل هذه المعرف سواء كانت هذه الادوات تقارير او منشورات او دفاتر او سجلات او كتب او محادثات او منقشات او اجتماعات ايا كان الاسلوب او الطريقة اللي بنقدر بننقل بها هذه المعرفة سواء كانت طرق رسمية او طرق غير رسمية زي الروتيشن اللي بنعمله للموظفين فبننقل معارف الى الموظف في وظيفة اخرى وكمان هو بينقل معارفه الى الوسط اللي هو منقول اليه وهكذا المرحلة الرابعة في مراحل ادارة المعرفة تطبيق المعرفة ويعتبر تطبيق المعرفة ده الهدف الاساسي والنهائي بتاع ادارة المعرفة لكن عشان نقدر نطبق المعرفة بطريقة سهلة ونحصل عليها بطريقة سهلة فلازم نصنفها ونفهرسها ونبوبها عشان نقدر ان احنا نصل اليها بكل سهولة عند طلب استخدامها او طلب تطبيق فاسترجاع المعرفة بتمكن المنظمة من الوصول اليها بالطرق السهلة فاقل وقت وباقل مجهود ولكن بعد تنقيتها من اي تكرارات او اي معلومات ما هياش اوبديتنج او معلومات متقدمة ده المقصود بتطبيق المعرفة كمرحلة اخيرة من مراحل ادارة المعرفة النقطة التانية ابعاد ادارة المعرفة احنا عندنا اربع ابعاد للمعرفة بعض تكنولوجي بعض تنظيمي بعض اجتماعي بعض ثقافي تكنولوجي اكيد المقصود بها تكنولوجيا المعلومة بمعنى ان احنا بقى عندنا ادوات دلوقتي وقاليات نقدر ان احنا نستخدمها في ادارة المعرفة بعض تنظيمي يعني ازاي ننظم هذه المعارف نصنفها ونفرسها حسب احتياجاتنا عشان تبقى عندنا خريطة معرفية سهلة التطبيق بعض اجتماعي لان كل المعارف مرتبطة بالفرق بعض ثقافي ان المعرفة عندنا وادارتها بتحتاج الى قيم معينة وثقافة معينة اللي هي ثقافة المنظمات المتعلمة تعالوا نشوف كل بعض من هذه الابعاد بالتفصيل شوي البعض التكنولوجي اللي هي تكنولوجيا المعلومات يعني بيقول الكم 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 الهائل من المعلومات والمعارف المتوفرة دلوقتي لدى المنظمات ما بنقدرش ان احنا نحفظها ونسترجعها بالطرق التقليدية وبالتالي الامر احتاج الى تكنولوجي معين نظام الالكتروني معين حاسبات الية عشان نقدر ان احنا نخزن ولا استخدم ولا استرجع كل هذه المعارف والمعلومات بطريقة سهلة البعد التنظيمي تنظيم المعرفة نصنفها نفهرسها بحيث ان عملية نقلها وعملية استخدامها تبقى سهل يبقى هذا البعد بيعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها وادرتها وتخزينها ونشرها وتطويرها وزيادتها واعادة استخدامها من خلال تجديد الطرق والاجراءات والتسهيلات والوسائل المساعدة والعمليات اللازمة لادارة المعرفة بصورة فعالة تصنيف فهرسة خريطة معرفية معروفة سهولة نق سهولة الترجاع الى اخر ده البعد التنظيم البعد الاجتماعي قلنا ان المعرفة مرتبطة بالفرد الفرد هو اللي بيقدر يحصل على المعرفة الفرد هو اللي عنده كام من المعارف نقدر نستفيد منها عندنا عندنا صناع للمعرفة وعندنا فريق للمعرفة فكل المعارف بالبعد البعد الاجتماعي اما البعد الثقافي تعتبر الثقافة التنظيمية من العوامل المؤثرة في مدى نجاح او فشل ادارة المعرفة ليه لانه لازم يكون من ضمن قيم المنظمة تفهمها لطبيعة المنظمة المتعلمة ورغبتها في التعلم وبالتالي تهتم بكل العناصر الاساسية في ادارة المعرفة والتعامل مع المعرفة دون الاربع ابعاد الاساسية لادارة المعرفة ستفتعلوا نشوف ايه متطلبات تطبيق ادارة المعرفة بردك المتطلبات حتى تنثبت بالابعاد فهللاقي عندنا البعد التنظيمي هنحوله الى هياك التنظيمي والبعد الثقافي يعني ثقافة تنظيمي والبعد التكنولوجي يعني تكنولوجيا المعلومات من ضمن البعد التنظيمي ايضا قيادة المعرفة او قيادة الافراد صناع المعرفة او فريق المعرفة فمتطلبات التطبيق مرتبطة بالابعاد بتاعة المعرفة فسؤالنا هنا هل ادارة المعرفة تحتاج الى شكل لتنظيم معين الاجابة نعم تحتاج الى قيم وثقافات معينة الاجابة نعم تحتاج الى تكنولوجيا المعلومات الاجابة نعم تحتاج الى قيادة مختلفة الاجابة نعم تعالوا نشوف نعم بيه معناها ايه الهياكل التنظيمية احنا عندنا هياكل تنظيمية هرامية وشبكية ومفلطحة وفرق عمل اشكال كتير ادارة المعرفة بتتناسب مع الهياكل التنظيمية السهلة يعني ايه السهلة يعني اللي مستوياتها الادارية وليلة فادارة المعرفة بتبقى صعبة جدا في التنظيمات الهرامية اللي هي فيها تعدد كبير للمستويات الادارية من هنا كانت الهياكل المفلطحة اللي هي قلة عدد مستوياتها والهياكل الشبكية اللي بتعتمد على مركز يتعامل مع فروع والهياكل التنظيمية الخاصة بفرق العمل هي دي اللي بتتناسب مع مفهوم ادارة المعرفة يبقى الهياكل التنظيمية اللي اكثر علاقة لإدارة المعرفة هي تلك الهياكل اللي بتتسم بالمرونة والتكيف وسهولة الاتصاص يبقى احنا عايزين شكل تنظيمي يبقى مرن وفيه سهولة في الاتصاص اللي مستين دول مش هيتوفروا فيه الهياكل الهرمية بيتوفروا فيه الهياكل المفلطحة او الهياكل الشبكية الثقافة التنظيمية قلنا لازم يكون من قيم المنظمة مبدأ الاستمرار في التعلم والمعرفة من هذه القيمة بتهتم ثقافة المنظمة بإدارة المعرفة العنصر التالت القيادة في إدارة المعرفة هنا لازم يكون عندنا قيادة مدير قائد وليس مدير رئيس او مدير غير قائد له سمات معينة يقدر يؤثر في الاخرين عنده رؤية عنده مقومات وسمات شخصية يقدر انه ينقل المعارف من خلالها إلى الأفراد ويخلق فيهم عملية ثقافة المعرفة والتعلم وبالتالي بنقول لا دي القيادة لها دور فعال في إدارة المعرفة لأنها بتحتاج إلى نمط معين من الأنماط القيادية اللي بتستصف زي ما قلنا قدرتها على شرح الرؤية ببلد لكلها رؤية الأول وأن يكون القائد قدوة للعملين وأن يكون قادر على ربط هذه الرؤية بإطار استراتيجية المنظمة أو عمل المنظمة المتطلب الرابع تكنولوجيا المعلومات قلنا مش هنقدر نتعامل مع الكم الهائل من المعارف والمعلومات عن طريق الأدوات التقليدية وبالتالي لابد أن يكون هناك متوفر أدوات وأليات تكنولوجية أو إلكترونية أو حاسبية عشان نقدر نتعامل مع هذا الكم من المعارف آخر نقطة عندنا في الجزء ده مراجعة القدرات المعرفية بالمنظمة يعني إزاي نعمل الابديتنج للمعارف اللي موجودة داخل المنظمة عشان تبقى منظمة متعلمة متعلمة يعني إيه يعني فيه كرب طالع للتعلم كل يوم لازم يبقى عندنا معرفة جديدة أو معلومة جديدة نقدر نستفيد منها في تقدم المنظمة أو رفع قيمة المنظمة أو حل مشكلات اللي تظهر فيه المنظمة ب إدارة المعرفة وعلاقتها بالمنظمة المتعلمة في الإدارة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر